بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعيد. آآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ انا بس النهاردة هقول لكم كلمة صغيرة خالص خالص. آآ دي استغاثة لرئيس الجمهورية رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير التعليم. آآ طبعا احنا بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على انه قعد الطلبة من المدارس عشان الوباء اللي انتشر في مصر ربنا يعفوها وبعفو الدول العربية يا رب. ويعفو العالم الاسلامي باجمعه يا رب. لكن آآ يا سيادة الرئيس انا بس بحط نقطة كده من عندي. انا واحدة من الشعب. واحدة من الاهالي. واحدة من اللي لها احفاد واولاد. وجران وآآ اناس. وخيفة على بلدي وعلى شعب وعلى الامة الاسلامية. آآ ان فيه كارثة تانية بسبب عادة طلبة من المدارس. آآ وهي طبعا آآ احنا الطلبة لما حضرتك امرت ان الطلبة وتقعد وطبعا مشكور وخوفك على الشعب دول اولادك كلهم. وانت مسئول عننا كلنا. بس فيه كارثة كارثة كبيرة جدا جدا. ان طبعا لما الطلبة قاعدوا فطبعا اولياءه الامور آآ لازم بقى اولادهم يستمروا في التعليم فبالطبع لازم يجيبوا المدرسين في البيوت. طبعا جيد مدرسين في البيوت عشان يبدو الدروس طبعا هما بيروحوا من بيت لبيت ويتنقلوا من البيت لبيت. وآآ ودي اكبر كارثة اكبر من ان الطلبة حتى يروحوا للمدرسة. آآ هما لما يتنقلوا من بيت لبيت ممكن يكونوا حملين العدوى طبعا ده اكيد. آآ دي دي اول حاجة. الحاجة تانية ان آآ ان العيال كلهم قاعدوا. فيعني يعني ممكن آآ اللي هي قولي اعدادي تانية اعدادي. يعني ممكن الشهادات بس هي اه آآ تكمل العام الدراسي عادي بس طبعا في بيوتهم زي ما حضرتك امرت. لكن آآ اللي هما الطلبة بقى اللي هما النقل دولت ما فيش داعي ان هما حتى يتعرضوا هما واهلهم لضغط ضغط ضغط جامد. من المدرسين والمذاكرة والقلق اللي احنا كنا طول السنة فيه. آآ ممكن حتى اللي هما الطلبة دولت يعدوا السنة دي. يعني ناخد الترمي الاولاني ونجاح الترمي الاولاني ويعتبر بقى نجاح الترمي التاني. لكن آآ الضغط النفسي اللي اللي الناس فيه بسبب المرض اللي هو المنتشرة. الكورونا المنتشرة. وبسبب الدروس والامتحانات. فأنا برجو من سيادتك ومن سيادة وزير التعليم ان هما آآ يعدوا المراحل اللي هي مش شهادات اللي هي النقل. يعدوها ويركزوا بقى على اللي هي الشهادات. السنوية العامة الاعدادية ستة آآ جامعات اللي هي الشهادات برضو. انما النقل اللي عدوهم هما محق. كده ولا كده هما بينجحوا. النقل كده ولا كده بينجحوا. يعني خمسين في المية بس سقوط. نعديهم السنة دي او خمسة واربعين في المية. كان السنة اللي فاتت. كانوا معديهم السنة. يعني اعتبر الخمسة واربعين دي هدية من عندك. وعديهم السنة وينجحوا. وينكفي. يا ربنا يكفينا ويكفيك. ويكفي الامة الاسلامية كد لها شغل الوباء ده يا رب. وتبقى حاجة حلوة قوي 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 احنا احترمناك لما انت اصدقت القرار ده. وحسنا فعلا انت بتحب بتحب شعبك وبتحب ناسك. ومشكور برضو وزير التعليم ان هو قال لهم خلقوا في بيوتكو يبقى المذاكرة او المحاضرات او الكده في النت. لكن برضو ارجو من سيادتك انك ترك نظرة برضو على موضوع النقل ده يعدوا. وينسيب بقى الشهادات زي ما هم ويذكروا ويمشوا زي ما هم عادي خالص. ده ده طلب وتمني من من ام مصرية وجدة وحوالية وحوالية طلبة وحوالية ناس وخايفة على بلدي وخايفة على شعبي وخايفة على امة الاسلام يا ربي يقدرك كده انك تسعد امتك يا رئيسنا والتحافظ على شعبك وعلى جيشنا يا رب اللي بيفزل المجهود. انا يعني الجيش فعلا انا بشوف في التلفزيون وعلى الانترنت ان الجيش فعلا بدأ يفزل المجهود وفعلا هم خير جنود الارض. واتمنى من سيادتك ومن الجيش ان هم يعدوا المرحلة ديت بشعبهم. بامان وربنا يا ربي يا ربي يحمي الشعوب العربية والاسلامية كلها من الوباء ده. وانا بشكر سيادتك وبشكر وزير التعليم ان هم بدأوا يعني ان هم بيركزوا على صحة طبعا الاولاد واولياء الامور طبعا بس بصوا للنقطة اللي انا ارتعد عليها دي. ان هم بس النقل يعدوا يركزوا في الشهداء. واتمنى اتمنى طبعا من اللي يشاهد الفيديو ومشاهدة ممتعة وماكنش اتقلع على قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عندي لجيشنا وانا اخت شهيد وانتوا كلكم عارفين او اللي عارفين يعني. اه انا اخت شهيد. اخويا شهيد الله يرحمه. واتمنى بقى من الاولاد الجداد يا ربي يا ربي اللي هم في الجيش يا ربي بقد المسئولية للرئيس الدهالهم. ويعدوا بنا ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الوبركاته.